مين كان يصدق أنه قبل 20 سنة مثلاً أنه التكسي يجي لنا عباب البيت بدون ما نعطي العنوان للسواء وبدون حتى ما نحكي معه؟ مين كان يصدق قبل السيارات والطيارات أنه ممكن نتغدى في دبي ونتعشى في عمان بنفس اليوم؟ مين كان يصدق أيام التليفونات الأرضية أنه رح يصير التليفون جهاز منحطه في جبتنا ومنرسل ومنستقبل مكالمات وين ما كنا؟ كل هاي الأمور المبهرة وغيرها كمان كانت في يوم الأيام مجرد فكرة في ذهن شخص أو مجموعة من الأشخاص تمكنوا من تحقيقها بالعمل والتصميم والمثابرة رح نتعرف في هذا الكورس على أكتر من طريقة لتوليد الأفكار وكيف ممكن نحط أولويات لتنفيذها بناء على معايير معينة بستناكم في الفيديو الأول ترجمة نانسي قنقر